موسيقى بكرة في جريدة الوطن في الحقيقة موضوع مهم جدا تنفرد به الوطن وهو نشر تفريغ التسجيلات اللقاءات السرية بين خيرة الشاطر وخالد مشعل القيادة طبعا رئيس مكتب السياسي لحماس هذه التسجيلات هي متفرقة طبعا هذه التسجيلات مضمنة في قضية التخابر اللي بيحاكم فيها مرسي وخيرة الشاطر وعدد كبير من جماعة الإخوان الإرهابية ماذا تقول هذه التسجيلات خيرة الشاطر بيحكي ليه خالد مشعل كل حاجة بيحكي كله بقى الانتخابات وليه خدنا مرسي ومرسي ما كانش استبن ما هو الاستبن عندنا أربع عجلات فاحنا بناخد أحسن عجلة ونحطها هي بتبقى العجلة الأساسية ومرسي قال لك إيه أبني نعم فتوح بيهاجم مرسي عشان هو عيان وكشف لأول مرة نوع المرض الذي مصاب به الدكتور مرسي ربنا يشفيه ويعافيه والمرض ده اسمه المنجومة والمنجومة ده يا جماعة هو الورم السحائي وهو ورم يصيب السحاية وهي أخشية توحيد بالدماغ والنخاع الشوكي حيث يشكل نحو 20% من أورام الدماغ الأولية إلا أن غلبية الأورام هي من حالات الحميدة إيه أعراض الورم ده؟ وهو على فكرة بيحكي يعني خيرت بيحكي ليه رفيقه خالد مشعل بيقوله إن عمي عم الفتوح بيعاير مرسي إنه عنده المنجومة فخيرت بيقوله وهي إيه المنجومة دي؟ فقال له المنجومة دي يعني ورم كده والدكتور مرسي الحمد لله عمل جراحة وشال هذا الورم أعراض هذا الورم هو الصداع ضعف الجسم اضطرابات بصرية ده اللي كتبها الوطن الإحساس بالضغط داخل الجمجمة التشنجات اضطرابات في الشخصية والارتباك والتوتر عرفنا بقى إيه أسباب حالات الارتباك والتوتر اللي كان فيها الدكتور مرسي ربنا يشفيه ويعافيه يعني الحقيقة إن إحنا لا بنعيرش بحد بمرض لكن هو بيقول خيرت بيقول لخالد مشعل وإن أبو المنفتوح كان بيعيرنا بكذا وعشان كده هو طلب الصحيفة الصحية وإن كله يتكشف عليه صحيحين عرفتوا ليه بقى المرشحين الرئاسة دلوقتي بيكشف عليهم صحيا لأن فيه واحد كان عنده منجومة الله أعلم يعني ربنا برضو يشفيه ويعافيه محدش بيعير حد بمرض على الإطلاق وبيقول له بقى إنه كان فيه اتصالات بين الإخوان وبين طارق البشري أفناء إعداد التعديلات الدستورية وده خبر مهم الحقيقة بيقول له أيضا إنه طيب عبدنا عمو الفتوح كان أيضا عنده أزمات قلبية متكررة ولما كنا ابنت سجن كان بيقعد بستة شهر في مستشفى السجن وإحنا كنا في السجن هو كان في المستشفى يعني معايرة بقى بين الإسلاميين ربنا معاهم بين الجماعة في الإخوان أيضا من التسجيلات والموجودة في الوطن بيقول له إن التصويت في مجلس الشورى الإخوان إحنا ما كناش نويين ننزل مرشح حتى آخر لحظة وقررنا أن نفاجئ الجماعة الجماعة دول هم المجلس العسكري لما ما عملوش حكومة اقتلافية برئاسة الحرية والعدالة قررنا أن ننزل رئيس وصوتنا في مجلس شورى جماعة الإخوان على النزول في الرئاسة وخد 56 نعم و 52 لا يعني فرقنا على صوتين نائب المرشد قال إحنا صرفنا 10 ملايين جنيه في مركز واحد من الانتخابات وكان بيقول يعني الحقيقة إنه مسير جدا كل ده وقال إن إحنا خدعنا المجلس العسكري وأخفينا ترشحنا ترشحنا للرئاسة حتى آخر لحظة يعني الحقيقة إنه واضح إنه كان حوار ما بين صديقين يعني هو بيعتبر خالد مش على الجزء من جماعة الإخوان فبيقوله كل التفاصيل ومين عمل إيه والمجلس العسكري بيعمل إيه وإحنا كتخططنا إيه وخططنا المضادة إيه ده جزء من التسجيلات اللي موجودة في قضية التخابر بين الجماعة واجهات خارجية في مقدمتها جماعة حميس